السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب وانشاء الله تكونوا بالف خرجناكم من المقطع او الجزء الثالث من البطاقات المختومة. بالنسبة للبطاقات او الجزء الاول والجزء الثاني بتلاقوا رابطا في التعليق الاول المثبت. تمام شباب? تمام? وقال بطاقات المقطع تمام? نعمونا من خلال الضغط على زر اشتراك مجرد انكم في الاسفل. لاكا فيديو. فعل الجرس. كمان. لاستخدم كود لاتبشوف الشيش الظاهر امامكم. اول بطاقة من البطاقات المختومة للجزء الثالث اللي هي غير متوقع اطلاقا. واتوقع هاي كتير ناس اسا بيش عاملها لانها شوي متوسط للصعوبة الى صعبة. اللي هي مطلوبة انك في هاي البطاقة يا شباب انك بحكي لك اقتل من مسافة مية وخمسين متر على الاقل. شي يعني كل عليك انك تاخذ سلاح سنايبر اكيد يفضل. وشو فضل? اكيد. سلاح سنايبر. وانك اه تصيد واحد عن بعد اقل اشيه مية وخمسين متر. وهي مطلوب انك تعملها اربع مرات. اول مرة تقتل مرة واحدة. ثاني مرة. تقتل عشرة. شا تاخذ البطاقة الثانية والدائرة الثانية معنا. بعدين تقتل خمسة وعشرين شخص عن بعد مية وخمسين متر. واخر اشي تقتل خمسين شخص عن بعد مية وخمسين متر. ونتقاس البطاقة اللي بعدها. وعندنا البطاقة البعدة يا شباب هي بطاقة انفجار. بالنسبة لها بطاقة انفجار عليك انك تقوم بقتل بسلاح متفجر وبال pause لتسلح متفجر رسل مش متوفر بشكل رسمي بالاطوار الرسمية او الطور العادي اللي هو السولو سيكواد دو فشكرا عليك انك تعمل اوت جرب انك تساوي جرب انك تقتل في اللي هي الي خط او القارب تمام لانه في سلاح متفجر جرب اقتل في القنابل كمان احتمال انه كمان تحسب لك بس على الاكيد لو انك لعم بتبع اطوار جانبية وكان فيها الار بي جي الار بي جي والار جي بي الو ار بي جي الو طاقة الكل بيعرفه لو انك استخدمته اكيد راح ينحسب لك هذا التحدي انك تقتل بسلاح متفجر وهاي عشان تطلع عندك او تظهر عندك هاي البطاقة لازم تقتل اول مرة ثلاث مرات ثاني مرة عشر مرات ثالث مرة خمس وعشرين مرة ورابع مرة ميت مرة وخامس مرة ميتين وخمسين والسادس مرة خمسمائة واحد لازم تقتلهم بسلاح متفجر بس بالنسبة اما قلت لكم تقدر كمان ويتلاقي سلاح متفجر والار بي جي ضفوه مع الجامعين اللي ما بيرشو الجامعين هو غلاكتوس اللي عملنا عنه حكيت عنه بالباقي المقاطع اللي ماضية ونزع عنه تحدي بالسبوع الرابع اللي هو الجامعين أصبا استقتل الجامع فيه معاه بكون سلاح متفجر فممكن كمان تأخذه وإنك تقوم بتدمير فيه اللي هو الخصوم وإنك تعدى الضرق بيش تعدى الضرق قصدي إنك تقتل فيه الخصوم بتقطع في خصوم بس. ليش ازيد ازيد. تمام هايك بالنسبة للبطاقة اللي هي الانفجار. خلنا ننتقل لسا للبطاقة اللي بعد. وعندنا البطاقة البعض يا شباب اللي هو بطاقة رتتتا. مش عارش جسموكتها كالاسامي اللي بيسموهن. اه الهم رتتتا هاي انك تقوم بقتل بسلاح هجومي. شو الاسلاح الهجومية اللي عنا اللي هي مثل اسلاح الاسكار او الانفور او في اكثر من اسلاح شبيهة لهم. لو خصوصا احنا خلنا ركز نفسها على الاسكار والانفور وكثير ال الناس تستخدمهم. فالكولك تستخدم واحد من هاي الاسلحة وتقوم بقتل في الناس او لا عداء الناس. مش تاخل الناس. اه اه اول مرة عشان تظل عندك هاي البطاقة لازم تقتل فيه ثلاث مرات. المرة الثانية تقتل عشر مرات. المرة الثانية تقتل خمسة وعشرين مرة. والمرة الرابعة مية مرة. والمرة الخامسة ميتين وخمسين مرة. والمرة السادسة سبعمية وخمسين مرة. او سبعمية وخمسين شخص. او. لا كويسة بش كتير. يعني عندك سيزون طويل وتقدر تكتل ما بدك. فاني انتقل ها السهل للبطاقة اللي بعدها. وهو عند البطاقة اللي هي بطاقة اللي هي هاي انك تقوم بقتل بسلاح سنايبر. آآ السلاحة سنايبر اتوقع الكل بيعرفها ملاش آآ بدا الشرح اللي هي السلاحة اللي بيكون فيها قناصة نحكيها. انك تقوم بقتل فيها. اول مرة اشتظر عندك هاي البطاقة تقتل ثلاث اشخاص. بعدين تقتل عشر اشخاص. بعدين تقتل مية. بعدين تقتل ميتين وخمسين. واخر مرة تقتل سبعمية وخمسين. كنت تستخدم واحد من الاسلحة تتطقي ايها. وهي كأنك بتكون او بتظهر عندك هاي البطاقة. هاني انتقل البطاقة اللي بعد. وعننا البطاقة بعدها يا شباب هي قطاقة كسر اللي هي بطاقة انك تقوم بقتل لاسلحة البنادق الصيد. قصدي بنادق الصيد اللي هي الشوتغان. كنت تستخدم اسلحة الشوتغان وتكون بقتل الاشخاص. بالنسبة لهاي البطاقة سيلي جديد توقع كثير ناس اتوقع انا طلعت عندهم. شو قلت اتوقع اكيد مليون في المية انك تقوم باوي شيء يتظر عندك هالبطاقة تقتل ثلاث اشخاص. بعدين تقتل عشرة. بعدين تقتل خمسة وعشرين شخص. بعدين تقتل ميت شخص. بعدين ميتين وخمسين شخص. واخر اشي سبعمية وخمسين شخص. وهيك بس. وهيك بس البطاقة تكسر. خلنا ننتقل البطاقة اللي بعدها. وعندنا البطاقة البعدة وطاقة كمان في ناس كيرون يكن ما آآ فتح هالبطاقة كمان انا مش كتب تستخدم مواضي السلاح اللي هو بطاقة طخ. الي هي انك تقوم بقتل بالمستخدام المسدس. كغلن كنك اواش يتظر عندك هالبطاقة اول شيء تقتل بثلاث باستخدام مسدس. بعدين تقتل آآ عشرة باستخدام مسدس. بعدين خمسة وعشرين شخص باستخدام مسدس. بعدين مية. بعدين ميتين وخمسين. واخر اشي خمسمائة شخص. واننتقل هسل البطاقة اللي بعدها. وعندنا البطاقة تالي يا شباب هي بطاقة أدوات التجارة. وبالنسبة لهذه البطاقة يا شباب بطاقة سيهلة جداً. كله عليك إنك تطوق تصفية الخصوم بجميع أنواع الأسلحة المتوفرة عنها. شنواعLaسلحة المتوفرة عنها واش لازم بها التلتيب لها صراحة كي أية تلتيب لكي يا إه. عندك سلسحة المسدس. السلحة السمجين والمثلسعة السلحة du smg بتغير عحكي مثل. او عندك السلحة البناتك العصدة البناتك اللي بهجمية ويشي القنص��는 شيف يعني فاعدين عندك اسلحة بنادق القنص انك تقوم بالقتل واخر اشي باسلحة متفجرة لازم هوا تستخدم سلاح متفجر لازم تستخدم اربي جي لو استخدمت قناة بهذا ما راح تزبط معك لازم تستخدم اي سلاح متفجر راح ينزل عنا او اي سلاح من طور جانبي يكون فيه مهم سلاح متفجر يعني زي كان نازل طور الذهب قبل الفترة كان موجود فيه وكان فيه نازل طور السيارات التاكسي كان نازل فيه فممكن تسويها بأي طور بدكية جانبي مهم بس انك تعمل او الدكتول بسلاح متفجر وهي كيف تكون خصائي بطاقة وهننتقل بطاقة التالية وعندنا هاي البطاقة اللي بعدها يا شباب هي بطاقة استيقظوا وأهجموا بس شو يكونك أعلم مرة ثانية أرجع حكيها ترتيب البطاقات نفس الترتيب عند الكل فإذا عندك إذا هاي فاضي يعني لسه انك ممسويها تمام تمام بالنسبة للبطاقة تستيقظوا وأهجموا كلي عليك هون انك تكون بنعاج زملاء الفريق هذي تنعشهم هو بس سيرون نكة على الأرض انك تصحيهم بس تصحيهم او تصحيهم للنوم تمام انك عليك اول的是 تنعشهم خمس مرات شين تظهر عندك هاي البطاقة بعدها تنعشهم خمس وعشرين مرة بعدها تنعشهم خمسين مرة بعدها تنعشهم مرة الرابعة مئت مرة والمرة الخمسة مئتين وخمسين مرة واخر ايشي خبس متى مرة وانا هذا يفضل او بعطيكم طريقة انك اذاك تحاول تخلصها بسرعة اذا ما في عندك طريقة تسويها فتلت وصاحب اليك واحد يعني روح بنولكم مكان هيك عالي واحد ينزل يعني يرمي حاله عايشه الثاني يروح يرمي حاله يرجع يعيش الثاني فهم معين علي يعني كل واحد يوقع ويظلوا يعيش بالثاني عشان اذا بدك تخلصها بسرعة يعني هاي هيك بالنسبة للبطاقة اهجموا هاي استيقظوا اهجموا خلنا ننتقل البطاقة التالية وهي البطاقة التالية شبابي هي بطاقة العودة الى القتال من بين من منظرها اللي ما شاء اللي ما لسم سويها اللي هي لقعد فريقك بعد موتهم عن طريق روبوت او الفان عن طريق الباص يعني ما سيموت صاحبك تاخذ البطاقة تعيته وتروح تعيشه عن طريق الباص وهي عشان تظهر عندك هالبطاقة لازل تعيشه اول مرة مرة واحدة بعدين خمس مرات بعدين عشر مرات بعدين خمسة وعشرين مرة بعدين خمسين مرة واخر اشي ميت مرة عليك انك عاشوا عن طريق الباس مئت مرة أيا تخلص هذه البطاقة كاملة أتوقع للمطاقة التي بعدها وعن البطاقة التالية هي بطاقة صيد السمك بالنسبة لbecود الخاصة devoted للسمك كم تُتقوم بصياد السمك أو أي شيء مهم أن تُصطاد في مناطق الصيد الخاصة مناطق الصيد الخاصة ما هي التي لا تُصيادüyorها المناطق بيقول لها زي نظر بركع وأيض mant répondre فيها السمك هاي يحي� بصياد كلما تستيق ANYها وانا كتنا بصياد рук سمك بالسمك مهمة تسطاد في مناطق الصيد الخاصة هاي اسمها مناطق الصيد الخاصة هاي ما بيعرفش او شو اسمها انك اهي عشان تظهر عندك هاي البطاقة لازم تسطاد في مناطق الصيد الخاصة ثلاث مرات بعدا نسطاد خمسة عشر مرة بعدا نسطاد خمسة سبعين مرة بعدا نسطاد ميتين وخمسين مرة مناطق الصيد الخاصة واخر اشي خمسمائة مرة من زي ما حكينا مناطق الصيد الخاصة اللي هي البركة اللي بيكون فيها بين فيها السمك. بس. اتوقع الكل بيعرفها. خلنا نتوقع الاس البطاقة اللي بعدها. عنا البطاقة التالية يا شباب بطاقة تمزيق. من نسبة بطاقة تمزيق هو انك بس عليك تقوم باستياد سمك. من اي مكان. كمناطقة الصيد الخاصة فرجتكوها قبل شوي. او اي نوع او اي مكان في سمك. او يعني يطلع منه سمك. اه بالنسبة بها البطاقة سهلة جدا. نكون عليك انك اول اشي انك تجمع عشان تظهر عندك هالبطاقة سمكة واحدة. بعدين تظهر اه عشر سمكات. بعدين بطاقة او ثالثة خمسين. بعدين الرابعة مية. بعدين خمسة خمسمية واخر اشي الف سمكة. هذا كل عليك انك تقوم باستياد سمكة. مناطق الصيد الخاصة واي مناطق عادي تكون بركة عادية انك تقوم فيها استياد السمك. خلنا نتوقع البطاقة التالية. وعن البطاقة البعضة يا شباب هي ترسانة قوس كزح. من نسبة ترسانة قوس كزح اتوقع في ناس اسماء ما عملوها هاي كاملة وفي ناس كعملوها اكيد مليون في المية. اللي هي انك تقوم بتطوير الاسلحة الى جميع الندرات. شي جميع الندرات انك تطور مثلا الاسلاح من لون اللون السكني للون الاخضر. ومن لون الاخضر لون الازرق. ومن لون الازرق للون البنفسجي. ومن لون البنفسجي للون الذهبي. هاي يعني تتطبر بطاقة سهلة جدا. يعني بتقدر تروح فوت بس جيم واحد اللي هو نحكي سولو. وتنزل على اي مكان في تطوير بتاع تطوير الاسلحة. بتنزل عليها. لانا تستقبل كل منطقة فيها تطوير الاسلحة عشان يكون لكم علام. آآ بتنزل عليها وتطور بس الاسلحة. تقدر تسوي حتى مش لازم يعني تكون نفسي الجيم. لا مثلا الجيم هاد سويت مثلا يعني من الابيض للازرق. او الابيض الاخضر قصدي. الجيم البعض بتسوي مثلا من بنفسجي للذهبي. الى اخر. مهم انك تطور هن جميع الندرات. يعني انك تطور جميع الندرات انت. لون ذهبي. واخضر وازرق وابيض. وبنفسجي صح? بس مش عافي ذا عدته. هذول هن الندرات جميعها. وخلنا نتقل لس البطاقة اللي بعدها. وعند البطاقة التالية يا شباب هي بطاقة العمل على حل التعقدات. بالنسبة لهاي البطاقة يا شباب هي انك تكون كمان نفس البطاقة الماضية انك تكون بتطوير اسلاح. عليك بس انك عشان تظهر عندك هاي البطاقة. اتوقع في ناس انك ما ظهرت عندهم ولكن لسه ما طوروه. عليك تطور اول مرة عشر اسلحة. عشان اول ما تطورها عشر اسلحة وراء بعض يعني مش لازم نفس الجيم يعني. تظهر عندك هاي البطاقة. بعدها انك تطور خمسة وعشرين مرة. بعدها تطور خمسين مرة. واخر مرة تطور ميتين وخمسين مرة. بس عليك نكون تطور اسلحة زي ما حكيانا من الالوان بدكيها. انت انا اكثر اشي بستخدم من لون السكن اللون الاخضر على السريع. اول ما تفوت جيم بتلاقيها جنبك تحتها تطور اسلحة. وخذ بكون عندك اسلحة اللي هي الرمادية كثير. كل عليك انك تخذها وتطورها على السريع. وانتقل السلحة للبطاقة الى بعد. وعن البطاقة التالية يا شباب كان بطاقة سهلة سهلة جدا. اسهل منها ما فيه. كل عليك انك تقوم بنقل السلاح. كيف نقل السلاح? نفس جيشي نفس تاعة تترقبية السلاح. بتروح عليها بتاخذ السلاح شوتجن او اس ام جي او ام فور. كل عليك انك توقل السلاح انه تنقل شكله. تكبير ساعة سافعينة فوق تطوير وفيه تحت نقل. تكبير ساعة نقل. اعملها مرة واحدة. اول ما تعمل نقل سلاح. بتحول مع اه بتاخذ هاي البطاقة. يعني هاي تعتبر من اسهل البطاقات الموجودة. كل هي تنزع على اي منطقة منطقة فيها تاعة تطوير السلاح. والسلاح تخذ السلاح يفضل اس ام جي. اه لون ازرق. يعني فوت تيم رمبل انت افضل. فوت السلاح تيم رمبل. فوت. خذ السلاح اس ام جي. على السريع حوله. حسن في عين صار السلاحين ما احنا اس ام جي. بحول لك للاسلاح الثاني. اول ما تحول للاسلاح الثاني بتاخذ هاي البطاقة. تعتبر بطاقة سي جدا. خلنا ننتقل البطاقة اللي بعدها. وعننا البطاقة البعض يا شباب. بطاقة صعبة يا شباب اللي هي بطاقة اشتعال. بالنسبة لها البطاقة الشباب اتوقف فيه نفس كل السماء طلعت عندهم. بالنسبة لها بطاقة عشان تقدر تحصلها لازم تصفي كل مجموعة اشخاص مع بعض. والهي هي المطلوبة انك. اول اشتصفي اثنين بنفس الوقت. بعدين تصفي ثلاث بنفس الوقت. بعدين تصفي اربعة بنفس الوقت. بعدين خمس بنفس الوقت. بعدين ستة بنفس الوقت. هسا كدك تعملها هاي. طريقة عملها هي سهلة وصائبة بنفس الوقت. الطريقة الاولى انك اوش تفود دو سكواد. بتنزل بتشوف لك لو شفت لك اثنين بوتات. بتجيب الاول مثلا الشخص الاول بتعمله نوك. الاول بس تعمله نوك ما تفنشه. بتروح الصاحب وتفتش هذا الاول هنا ما هو بتطع لكل مكان صاحبه الثاني بتروح تفنشي الثاني هيك بنحاسب لك انك تفنشي اثنين من نفس الوقت راح يموتوا مع بعض نفس الوقت البعدة ثلاث بتفوت سولو سكواد تنزل كمان على اي منطقة يفضل ابو حير كسهولة بتنزل غاد بتروح بتتفنش ثلاث اه قصة بتنوك ثلاث بتشوف وان صاحبه من الرابع بتفنشه اه بنحاسب لك انه ثلاث بعدين مطلوب منك تساوي اربعة ونفس الاشي بتفنش ثلاث او بتنوك ثلاث بتروح الرابع بتفنشه هيك وحسب لك اربعة حسب نسبة الخمسة والستة هادي يكون عندك سكوادين تفنش اول ثلاث بعدها تفنش الثلاثة البعدهم وتخلي هادي يعني تكون سريع فيها يعني يكون فيه فرق يدوب خمس ثواني ست ثواني بين الزعيم هادي اول يعني الرابع هادي والرابع هادي انك تفنشه عشان تسويه مع بعض يعني هي صعبة شوية بس تفهمتوا علي كيف توصل لك النقطة شو مطلوب منكم واذا كان معكم سلاح ار بي جي ويكونوا مثلا في خمسة اشخاص جن بعض وحوا تتفنشهم مع بعض كمان راي نحسب لك هاذ الخصم او هاذا التحدي وخلني انتقل لسها البطاقة لبعدها لانه هي بطاقة شوية صعبة فانتقل لبعدها وعن البطاقة الاخيرة من الاسبوع او قصدي الجزء الثالث يا شباب هي بطاقة تعادل الاستخدامات وبالنسبة لهالبطاقة يا شباب انك هونك تحت تصل على خبرة في كل سلاح شي يعني انك اول شي تاخذ اسلاح المسدس تقوم بحداث ضرر الخصوم من مقدار مية وخمسين بس بنفس الجيم بعدين تحصل على اسلاح اللي هو بس دية شوي اللي هي ها يا هسا تقولك يا مش لازم تكون نفس الجيم اللي هي مثلا اسلحة كلها لا بس الضرر بنفس الجيم ضرر يعني كل اسلاح تقدر تسوي بجيم واحد هسا عن السلاح اللي بعده بش لازم اكمان من نفس هذا الترتيب اي ترتيب لك اياه اللي هو البنادق الهجيمي مثل الاسكار والانفو تحت الضرر من مقدار ميتين وخمسين بعدين تحت الضرر للعداء بس تحت الاس ام جي من مقدار مية وخمسين بنفس الجيم بعدين بسلاح انها تحضر الضرر للخصوم من مقدار ميتين وخمسين بنفس الجيم بعدين تحضر اه للخصوم من مقدار ميتين في سلاح السنايبر واخر شي عندنا سلاح المتفجرات اللي هو الار بي جي انك تستخدمه تحت الضرر بمقدار ميتين بس هاي اللي عندنا موجودة هي هاي تعاوز الاستخدامات وتوقع في المنسبة لتفجرات كده لو تستخدم قناة اللي موجودة في الشو اسمها هاي القوارب راح نحسب لك هذا التحدي ان شاء الله بس انك لازل تحت الضرر من مقدار مئتين من نفس القيم ويفضل انك سويا بار او بي جي فاشوف لك طول جانبي وخلصوا على السريع احسن لك وهايا كبكون جميع البطاقات للجزء الثالث وان شاء الله يضعي للجزء الرابع اللي هو الاخير وان شاء الله اذا نزل الطاقات ثانية راح نضفقوا اياه لو قدام ونضفقوا اجزاء ثانية بس هيك هاد ساعدنا هذا المقطع اليوم كان فاذا تدعمونا في اشتراك في القناة خلال الضغط اعزي الاشتراك ومجدونا انكم افتحت في الاسفل لاكا في فيديو وفع الجرس وان شوفكم في فيديو مقطع جديد ومع السلامة بيس